موسيقى النشرة للإخبارية الأخيرة مباشرة من الأولى إليكم أبرز عنوينها في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء وقف عند منظومة القيام الروحية والوطنية والاجتماعية التي تميز الأمة المغربية منظومة متكاملة قوامها التلاحم والتآذر والحفاظ على مقدسات الوطن اللجنة الملكية للحج تعقيد اجتماعا بالرباط تم خلال تقييم حصيلة موسم الحج الماضي والإعلان عن الترتيبات الخاصة بموسم الحج لهذه السنة مع تقديم اقتراحات بشأنه وأخرى خاصة بموسم الحج السنة القادمة النخب الوطني وليد الرقراجي يعلن عن لائحة تتكون من 25 لاعبا والذين سيدخلون غمارة جمع إعدادية لاثنين المقبل استعدادا لمبارتين عن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 السلام عليكم في خطاب الملكي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء تحدث جلالة الملك عن القيم الروحية والاجتماعية التي تميز الأمة المغربية في عالم متغير منظومة متكاملة قوامها التلاحم والتآذر والحفاظ على مقدسات الوطن تساهم في ترسيخ المكتسبات وتعزز دور المملكة المغربية إقليميا ودوليا تقرير نوال قراري الدولة الأمة المملكة المغربية تاريخ ضارب في المجد متجدد عبر الأزمان والعصور كلمة السر في ذلك هوية عريقة ومزيج لا متناهي من القيم رأس مال نفيس يشكل قوة المغرب هو اليوم طاقة خلاقة ومحرك أساسي للبناء والتشيد الذي يقوده جلالة المالك محمد السادس في كل المجالات سعب يا العزيز لقد تقلمت عن الجدية وعن القيام الروحي الوطنية والاجتماعية التي تميز الأمة المغربية في عالم كثير تقلبات وقد جسدت المسيرة الخضراء هذه القيام العريقة قيام التضحية والوفاء وحب الوطن التي مقنت المغرب من تحرير أرضه واستكمال سيادته عليها وعندما تقلمت عن الجدية فذلك ليس عتابا وإنما هو تشجيع على مواصلة العمل لا لاستكمال المشاعر والإصلاحات ورفع التحديات التي تواجه البلاد وهو ما فهمه الجميع ورقيت تجاوبا واسعا من مختلف الفعاليات الوطنية وهي منظومة متكاملة من القيام مكنت من توطيل المكاسب التي حققناها في مختلف المجالات لسيما في النهوض بتنمية أقالي من الجنوبية وترسيخ مغربيتها على السعيد الدولي خطاب المسيرة الخضراء أماط لثام عن عمق القيم التي يتحل بها المغاربة والتي مكنت من ترسيخ المكاسب التي حلقت بسمعة ومصداقية المغرب عالية وهو امتداد لرؤية جلالة الملك التي تضمنتها خطابه السامية لقد أنعم الله تعالى على بلادنا بالتلاحم الدائم والتجاوب التلقائي بين العرش والشاب وهو ما مكن المغرب من إقامة دولة أمة تضرب جذورها في أعماق التاريخ وإننا نحمده تعالى على ما أنعم به علينا من عونه وتوفيقه حيث تمكننا من تحقيق العديد من المنجزات ومن مواجهة السعوبات والتحديات والمغاربة معروفون والحمد لله بخصال الصدق والتفاؤل وبالتسامح والانفتاح والاعتزاز بتقاليدهم العريقة وبالهوية الوطنية الموحدة والمغاربة معروفون على الخصوص بالجدية والتفاني في العمل واليوم وقد وصل مسارنا التنموي إلى درجة من التقدم والنج فإننا في حاجة إلى هذه الجدية للارتقاء به إلى مرحلة جديدة القيم الدرس الذي تنقله العالم عن المغرب الذي أدهش الإنسانية إبان النسخة الأخيرة من كأس العالم بقطر وأبهرها بمناسبة زلزال الحوز الأليم والذي شكل هبة وطنية من الالتحام والتضامن هي نفس القيم التي شكلت روح المسيرة الخضراء وكل المحطات التي تلتها من أجل ترسيخ مغربية الصحراء قيم العريقة التي أكد جليل الملك محمد السادس عليها خاصة ما يتعلق بالتضحية والوفاء وحب الوطن هذه معطيات أساسية لتحقيق روح المسيرة الخضراء وهذه الروح في طبيعة الحال تنتقل من جيل إلى جيل وتتجسد في العمل المغربي على المستوى الميداني فيما يتعلق بمواصلة مسيرة البناء والتشهيد على مستوى الصحراء المغربية بالإضافة إلى تحقيق المزيد من المكاسب على مستوى ترسيخ مغربية الصحراء والبناء لم يعد مرتبطا فقط بمؤشرة مالية واقتصادية بل بصناعة الإنسان وبالنموذج تنموي القائم على القيم وبأسلوب الحياة الذي تلخصه الجدية إثارة جلالة الملك محمد السادس للجدية مرة أخرى ومن صميم يعني جعل الجدية كقوة دفع إلى الأمام وجعلها كطاقة يعني يمكن ضخها في أي لحظة للتغلب على مختلف التحديات بالإضافة إلى القيم المعروفة المتأصلة لدى المغاربة وهذه هي قيم مغربية بحكم أن موقع المغرب كذلك والتعددية التي يعرفها المغرب هي أيضا تجعل من البلد يعني يتوفر على رصيد هام جدا من الزخم من التنوع ومن الطموح رصيد هام ومتنوع وزخم لا متناهي من القيم ماركا مسجلة تميز المغرب وتعزز مركزه كفاعل رئيسي وشريك سياسي واقتصادي على كل المستويات موثوق وذي مصداقية انعقد اليوم المجلس الأسبوعي للحكومة برئاسة عزيزة خنوش رئيس الحكومة المجلس صدق خلال أشغاله على مشروع قانوني يتعلق بمناطق التسريع الصناعي وعلى مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط صرف المنح الدراسية لبعض متدرب مؤسسات التكوين المهني وعلى مشروع مرسوم يتعلق بحماية العمال والعموم والبيئة من الإشعاعات المؤينة المجلس الحكومي صدق أيضا على مشروع مرسوم بإحداث لجنة وطنية للتنمية الرقمية واطلع على اتفاق حول المساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي بين المغرب بوركينافاسو وتابع عرضا حول فحص التقلير الوطني المتعلق لإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز الوصول وفي ختام أشغاله صدق المجلس الحكومي على مقترحات تعيين في مناصب عليا في الخبر الديني إن عقدت اليوم بالرباط أشغال اللجنة الملكية للحج الاجتماع تناول عدة محاور منها تقييم حصيلة موسم الحج الماضي والإعلان عن الترتيبات الخاصة بموسم الحج برسم سنة 14 و45 مع تقديم اقتراحات بشأنه وأخرى خاصة بموسم الحج 46 ألف وأربعمائة حنان أرسلان وعبد الفتاح السوي اجتماع اللجنة الملكية للحج تم خلاله تقديم الجهود المبذولة لأداء هذه الشعيرة من خلال تقييم حصيلة الموسم السابق وعرض ما عرفه هذا الموسم من تنسيق بين كل المصالح والبعثات المعنية لتجويد إقامة الحجاج المغاربة وانطلاقا من ذلك كان الإعلان عن ترتيبات إعداد موسم الحج برسم سنة 1445 والتي صدقت عليها هذه اللجنة والتي فوضت لوزارة الأوقاف وشؤون الإسلامية الإعلان للعموم عن مصارف الحج بمجرد التواصل بسعر الخدمات الرئيسية من السلطات السعودية الوزارة لا تتوفر لحد الآن على التمن الكامل لكلفة الحج تنظيم وزارة الأوقاف والإسلامية هذه السنة لأن هناك خدمات لم تتوصل بعد من الجهات السعودية على سعرها ولكن تقديرنا أن الحج في هذه السنة ستكون كلفته حوالي 66 ألف ديرهم وسنتوصل بهذا السعر في الأسبوع المقبل في الغالب وفوضت لنا اللجنة الملكية الحج فوضت لوزارة أن تعلن عن هذه الكلفة وعن تاريخ أداء الرسوم اقتراحات الموسم المقبل الحج تضمنت أيضا تشديد الفحص الطبي وعدم السماح بالتوجه للحج إلا من له الاستطاعة البدنية النفسية والعقلية مع تحديد آخر أجل لقبول طلبات الانسحاب عن أداء مناسك الحج في الفاتح من أبريل 2024 أما الاقتراحات الخاصة بموسم الحج لسنة 1446 فمن بينما همته الاستمرار في تطبيق نظامي القرعة مع تحديد تاريخ بداية التسجيل الإلكتروني ما بين الخامس والخامس عشر من فبراير 2024 وتحديد عشر بالمئة من الحصة الإجمالية للحجاج لفائدة كبار السن بدل خمسة عشر بالمئة واستخلاص مصاريف الحج بالأداء الإلكتروني أو شيك مصادق عليه وعقب اجتماع اللجنة الملكية للحج صدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بلغا جاء فيه أنه بنسبة لموسم حج 1445 هجرية ستكون زيادة في سعر بعض مكونات مصارف حج هذا العام تهم تذكرة الطائرة وبعض الخدمات والرسوم بالديار المقدسة وقد بلغ مجموعة هذه الزيادات حوالي 3200 ديرهم دون اعتبار فرق السعر في الخدمات الأساسية تحديد مدة الاستخلاص في تمانية أيام عمل على أن تبدأ بعد أسبوع من الإعلان عن تكلفة الحج أما بالنسبة لموسم حج 1446 هجرية فسيتم الاستمرار في تطبيق نظام القرعة في عملية انتقاء المواطنات والمواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج وتحديد تاريخ بداية ونهاية عملية التسجيل الإلكتروني للحج بالنسبة للتنظيمين معا برسم موسم حج 1446 من يوم الاثنين 5 فبراير 2024 إلى غاية يوم الجمعة 15 فبراير 2024 وعدم تسجيل المواطنات والمواطنين الذين سبق لهم أداء فريدة الحج خلال العشر سنوات الأخيرة وعدم قبول تسجيل المواطنات والمواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة في الشأن التشريعي واصلت اللجنة البرلمانية بمجلس النواب مناقشة مشاريع الميزانيات الفرعية لعدد من الوزارات والمؤسسات نتابع التقرير التالي لأحمد بلغتيشة بمجلس النواب ناقشت لجنة التعليم والثقفة والاتصال مشروع الميزانية الفرعية لإقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار برسم السنة المالية 24 ألفين الميزانية التي أعطى السيد الوزير الخطوط العريضة مشفوعة بأرقام وببيانات هذه يومين اليوم السيدات والسادة النواب أدلوا بملاحظاتهم وباقتراحاتهم حول هذه الميزانية وكان نقاش دائرة أولا حول البحث العلمي اللي يخصصوا يتشجع أكثر واللي يخصصوا تفر لي اعتمادة أكثر نظرا لما الدولة الفعلية التي يقوم هذه في مجال التنمية وبالغرفة الأولى دائما نقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مشروع الميزانية الفرعية للمحاكم المالية برسم السنة المالية 24 ألفين مجلسة أعلى للحسابات الجميع تعرف أهمية هذا الجهاز هي مؤسسة مهمة جدا كباقي المؤسسات ديال الدولة مؤسسة تلعب دور توجيهي وتنويري اختصاصات متعددة مثلا على سبيل ذكر البت في ملفات البت القضائي في ملفات مراقبة تسير ثم الدور مهم جدا للجميع ما تعرفوش هو الدور تشخيصي كما ناقشت لجنة البنية الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التجهيز والماء برسم السنة المالية 24 ألفين ذلك في هذه الميزانية من الملاحدات الأساسية هي أنها تم الرفع من الميزانية المخصصة للماء شفنا بأن هذا الورش في بداية تنفيذه ويتعلق بربط الأحواد المائية يعني باش تكون تعطيل الأحواد اللي فيها الماء يتم نقل هذه المياه إلى الأحواد التي تعيش جفاف بدورها ناقشت لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغرب المقيمين في الخارج مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج برسم السنة المالية 24 ألفين اجتماع مماثل للجنة المالية والتنمية الاقتصادية خصص لدراسة مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية السامية للتخطيط برسم السنة المالية 24 ألفين احتضنت مدينة أجديرة شغال لقاء تحسيسي نظمته المديرية الجهوية للسندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللقاء تناول موضوع الإعفاء من الضعائر والغرامات ومصاريف التحصيل المتعلقة بالسنة القادمة حجب تامك وداد المساوي ومحمد الناصري خلال هذا اللقاء تم إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة التحسيسية حول الإعفاء من الضعائر والغرامات ومصارف التحصيل المتعلقة بسنة الفين واربع وعشرين وما قبلها حملة تشرف عليها المديرية الجهوية للسندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسوسمسا في إطار مواكبة المستجدات المتعلقة بهذا الخصوص مستجد هذا النهر هو الإعفاء من الضعائر ومن ديلة الفين وعشرين وما قبل اللقاء ناجح مئة بالمئة حضر فيه ما يفوق مئتين وخمسين ديلة 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 ممتلين شركات محاسبين مقاولين كذلك اللقاء عرف حضور مجموعة من الشركات والمقاولات وممثل الفيدراليات الوطنية والجهوية لتقريبهم من مدى أهمية هذه الخدمة وكيفية الاستفادة من التخفيضات المعمول بها لضمان استمرارية المقاولة والرفع من مستوى مداخلها من شأنها ترفع من مستوى مداخل المقاولة حتى يكون هنا استمار إضافي وحتى تكون هناك مناسبة للمقاولة لاستمر قدما في الاقتصاد ديالها وعلى هامش هذا اللقاء ستنظم المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي بأقادير على مدى أسبوع أبواب مفتوحة في وجه العموم لشرح مختلف الإجراءات المتعلقة بالإعفاء من الضعائر والغرمات والخطوات الواجب اتباعها في هذه الخدمة في مجال النقل الجوي استقبلت محطة الوصول الجديدة بمطار تانجة ابن بطوط الدولي المسافرين عبر رحلة جوية قادمة من إسبانيا المحطة خضعت لأشغال من شأنها معالجة وصول الرحلات الجوية الدولية والداخلية في أحسن الظروف روبرتاج أنيسة بوميدي وسعيد نجح إعادة تهيئة هذه المحطة الجوية تندرج في طار مشروع أوسع يهدف إلى زيادة الطاقة الاستعابية للمطار وتحسين إنسيابية معالجة تدفقات المسافرين عند الوصول لمواكبة الحاجيات المرتبطة بتطور حركة النقل الجوي في أفق سنة 2027 يعرف مطار تانجة ارتفاع مهم في حركة الجوية للمسافرين خصوصا في الفترة ما بعد جائحة كوفيد حيث بلغ معدل ارتفاع ما يفوق 50% بالنسبة للرحلات الدولية قد تسجل مطار تانجة في 2019 مليون و300 ألف مسافر تتوفر منطقة الوصول الجديدة بالمحطة الجوية واحد على 22 مكتبا لتأشير الجوازات الشيء الذي سيوفر ظروفا مثلة لاستقبال المسافرين بصورة أكثر سلاسة ارتأى المكتب الوطني للمطارات إلى أن يتم إعادة تهيئة فضاءات جديدة تهم في الفترة الأولى المحطة الأولى التي كانت مخصصة في السابق إلى بعض الرحلات الخاصة وقد تم تخصيصها حاليا ابتداء من اليوم إلى محطة وصول المسافرين ولمواكبة النمو المتوقع في حركة النقل الجوي على المدى المتوسط أطلق المكتب الوطني للمطارات مجموعة من المشاريع التي تهدف إلى تحديث وتطوير مرافق المطار لتتوافق مع المتطلبات الحالية من حيث السلامة والأمن وجودة الخدمات في موضوع آخر شكل موضوع تدبير النفايات البحرية من أجل سياحة مستدامة محور لقاء دولي نظمت الأربعاء كلية العلوم السملالية بمراكش ويندرج هذا اللقاء في إطار مشروع واسع للبحث والتنمية يهدف التقليص من آثار النفايات البحرية على قطاع السياحة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أمينة علام ويداد المساوي وعبدالغن التهراوي تندرج هذه الندوة في إطار مشروع للبحث والتنمية يراهن على دراسة آثار النفايات الناتجة عن الأنشطة السياحية على الأنظمة البيئية البحرية في منطقة شمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط من خلال دراسة تشمل المغرب تونس ومصر المشروع يراهن على تقاسم التجارب من أجل التقليص من النفايات الصلبة خاصة البلاستيك واعتماد سياحة مستدامة صديقة للبيئة الهدف هو تقرب الوجهات في تبدل الخبرات في الميدان لتدبر النفايات وكذلك تفكير في الحلول التي يمكن أن نزلها من أجل حد من هذه المعضلة لديها النفايات وخاصة حد من تكتيرها للطبيعة هذا البلاستيك يخلق مشاكل كثير والتي لديه علاقة مباشرة مع ميدان السياحة لذلك فالإخوان في السياحة لا للوزارة ولا للديركسيون ريجيونال وهو معنا في المؤتمر هذا وكنتمنى إن شاء الله أننا جميعا نصلوا الحلول كيفية تسير هذه المشاريع بساكنة تفوق 200 مليون لسمة وتنتج أطنانا من النفايات الصلبة تواجه منطقة البحر أبيض متوسط تهديدا بئيا خطيرا تساهم فيه بنسبة كبيرة الأنشطة السياحية علينا أن نكون فعليا بتوفير هذه المصادر من أجل النهوض والنمو بالواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لدول المتوسط بحيث كما ذكرنا اليوم في المداخلة بأن هناك 200 مليون نسمة يعيشون في دول مشاطئة في مدن مشاطئة في دول المتوسط الاقتصاد الداري هو أهم بكثير من النفايات الصلبة هو بيشمال تجنب حدوث النفايات بيشمال أنه من بده يدفع للتخلص من النفايات بده كمان نحن كيف بدنا نسمن النفايات إلى آخر يشار إلى أنه تم اختيار مدينة الصورة ضمن هذا المشروع لتنزيل برنامج النمو دجين في مجال محاربة النفايات البلاستيكية من خلال إشراك الفاعلين السياحيين بهذه المدينة الوجهة الآن الجماعة الترابية النيف بإقليم التنغير الجماعة تشهد إنجاز مجموعة من المشاريع تهم تأهيل البنية الطرقية رشيد كنويس المعزي مشروع هذه الطريق سيفق العزل عن سبعة ضواوير كانت محاصرة وسط هذا المجال الجبلي طول الطريق 27 كم استبشرت الساكنة لها إذ ستمكنها من الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية وتحسين ظروف عيش العديد من الأسر بالنسبة للطريق بعد التمتشي ديالها تغيرت بزيب الأمور الناس قبل كانت تعاني إقزام بلتان بغير نوصل للطريق المعبدة اللي كانت لإراءات مما كخصنا بزيب ديال الوقت من اللي تصوبت الطريق هذي واللات الأمور مزيانة الحمد لله الطريق هذا الحمد لله رأس استفدت الساكنة منها ونحن كأساتد هنا في مميمة عمارت خصوصا فرعيتين في فتانية نسر استفدوا الحمد لله خمسة أوراش لفتح الطرق يحتضنها المجال الترابي لجماعة النيف طولها 94 كم ستفك العزلة على 24 تجمعا سكانيا بغلاف مالي يناهز 17 مليار سنتيم ممول من طرف جهة درعة تافيلات وذلك في إطار برنامج تقليص الفورق المجالية والاجتماعية والحمد لله هذا البرنامج يوصل الجماعة النيف واستفدت الجماعة بغلاف مالي تقريبا 11 مليار سنتيم التي توزع له أعداد مقاطع الطرقية التي تربط بينها أعداد الدواوير التي تنتمي الجماعة النيف وكي ينضاوير لأنها علاقة بجماعة مجاورة كجماعة إكنيم وجماعة مصرسي وجماعة حصي نسبة فك العزلة عن ساكنة الجماعة الترابية لأنيف تجاوزت 95% رؤية تتلاءم مع شاشة المنطقة وطموحها لتحقيق العدالة المجالية على مستوى الجهة ومن إقليم تنغير ننتقل إلى إقليم خنفرا حيث أعطيت الانطلاق لعدد من المشاريع التنموية وتدشين أخرى تهم تعزيز البنية التحتية والعرض التربوي وعصرنة المرافق الأمنية بالإقليم سيان بوخليفي وأحمد الفاضلي من بين المشاريع التنموية المهمة التي تم إحداثها على مستوى إقليم خنفرا لتجويد العرض التربوي المدرسة الجماعاتية محمد بن محباري بالجماعة الترابية سيدي يحيى أساعد والتي تتوفر على العديد من المرافق وداخلية بطاقة استعابية تناهز مئة سرير وبدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تم إحداث دار الأمومة بهدف استقبال ومواكبة النساء الحواملة ومراقبتهن طبياً قبل وبعد الولادة هذه المؤسسة الجماعاتية جاءت في إطار توسيع شبكة المدارس الجماعاتية بإقليم خنفرا التي تعد أكبر شبكة بالمغرب حيث وصلنا حالياً إلى أكثر من 23 مدرسة جماعاتية بهذا الإقليم وذلك لمحاربة الهدر المدرسي وتشجيع تمدروس الفتاة الهدف المشرع هو تخفيف من نسبة الوافعيات للأمهات والأطفال بالعالم القربي كما هذا المشرع تم تزويده بواحد سيارة إسعاف ربعة الدفع التي ستسهل عملت تنقل هذه المستفيدات من الضواوير البعيدة إلى هذه المؤسسات الاجتماعية وفي إطار تطوير وعصرنة البنية والمنشأة الأمنية يأتي افتتاح المقر الجديد للدائرة الأمنية للشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بخنفرا منشأة تجمع بين تحسين ظروف عمل الموظفين وحسن استقبال المرتفقين هذا المقر تكون من طبقين طبق أرضي وطبق علوي يضمان ثمانية مكاتب بالإضافة إلى مجموعة من المرافق ومجموعة من الفضاءات للاستقبال والإرشاد وتوجيه هذا المقر يوفر مجموعة من الولوجيات للأشخاص الذوي الاحتياجات الخاصة كان عرفو تدشين قنطرة على ودلة أمديون بالطريق الجهوية الرابطة بين خنفرا وقلموس بالنقطة الكلمتر 195 بواحد من بلغة 3 مليون درهم والهدف هو الحد من انقطاع الطريق على مستوى هذه القنطرة كما تم على مستوى منطقة البرج إعطاء انطلاقة أشغال تقوية وتوسيع الطريق الوطني رقم 8 الرابط بين خنفرا والبرج على طول خمس كيلومترات بهدف تسهيل الولوج إلى المناطق السياحية الجبلية وتسهيل عملية التنقل في مجال الشباب أعطيت بالمحمدية انطلاقة مشروع تنمية تكوين الشباب من خلال الرياضة المشروع يستهدف أزدد من 13 ألف تلميذ وتلميذة من 27 مؤسسة تعليمية بتراب عمالة المحمدية أمين هلناوي وعبد الرحمن زيان انطلاق برنامج تكوين وإدماج الشباب والأطفال في المجال الرياضي بعملة إقليم المحمدية في إطار شراكة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرة ودريا الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وجمعية تيبو المغرب برنامج ستستفيد منه 27 مؤسسة تعليمية وأزيد من 13 ألف تلميذ بعملة المحمدية ثلاثون انطلاقات للبرنامج التربية وإذن صحة عن طريق الرياضة لفائدة 13 ألف وخمسمائة طفل وطفلة بـ 27 دراسة ابتدائية في الإقليم هذا البرنامج هذا هو لناية الفرصة لهذه الأطفال كل يوم يستفيدون من حصة الرياضة وإذن تربية وصحة عن طريق الرياضة البرنامج يهدف أيضا لإحداث وتنظيم بطولات الرياضية جهوية ومواكبة الفرق المدرسية في المنافسات الوطنية إلى جانب تأهيل وتأطير الشباب في المهاني الرياضية هذا البرنامج الذي يهدف التكوين للتلميذات والتلاميذ 27 مؤسسة علمية ابتدائية بتربية العمالة تقريبا بالجماعات التربية الست لأساس أننا نوصل الـ 11 ألف وخمسمائة البرنامج يندرج في إطار أهداف المرحلة الرابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل تنمية قدرات الشباب والأطفال في مختلف المجالات من بينها المجال الرياضي وتشجيعا للفعل الثقافي بالجماعة التربية دبدو بإقليم تورير تم إحداث الظهر للثقافة محمد بلاوي ورشيل لاتبي إنجازوا هذا الفضاء الثقافي بجماعة دبدو يورم تعزيز الحركية الثقافية بالمدينة النبطة بموروث فني ثقافي عريقين شاهد على أسارة المنطقة وتراثها الثقافي المركب الثقافي كان أعتبره كسكينة وكمسؤولين ممتلين دي السكينة أنه يعطي واحد القيمة مضافة كبيرة لمدينة لأن المدينة بعد أنها مدينة تاريخية مدينة عندها حضارة عريقة معلمة في حد ذاتها باعتبارها تتكون أو تتألف من مجموعة من المرافق التي تتيح للمرتفقين بتنظيم الأنشطة الثقافية والفنية منشآت ثقافية جاءت لسد الخصص في مجال البنية الثقافية بالمدينة وتوفير فضاءات مناسبة لإبراز مواهب الشباب وسقلها وتحسين وروج السكنة المحلية لبنية التنشطية الثقافي والفني مدينة دبدو كان لها إشعاع كبير في السنوات الماضية للأسف هذا الإشعاع بدأ ينخفض يوم بعد يوم فاضطرت الوكالة إلى إعادة إحياء هذه الترات وقررت بمعية شركائها إنجاز هذا المشروع الذي كلفت تقريبا 19 مليون درهم بالنسبة بالنسبة لدار الثقافة في الحقيقة أعطت واحد المتنفس لأبناء مدينة دبدو والشباب كلهم دبدو الحقيقة رأيها شيء حاجة رائعة في منتهى الروعة هذا ويندرج هذا المشروع الذي تم تتشينه بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء المدفرة في إطار مقاربة ناتاروم التشجيع والنهوض بالأنشطة الثقافية والفنية في الخبر الثقافي للنشرة انطلقت الأربعاء بمدينة سلا فعالية الدورة الثالثة عشر للمعرض الجهوي للكتاب التداهرة تقدم للزوار برنامجا غنيا بالأنشطة الثقافية إيمان سلاوي وعدنا الهرس لكل قارئ عالمه الخاص الذي يتفاعل معه ويتناسب مع ذائقته الأدبية ومع استهاماته فبين من يفضل الروايات العالمية أو الأدب الروسي أو رواية تمتح من عوالم أمريكا اللاتينية فنحن نقرأ لنفهم العالم بشكل أفضل ولعيش حيوات موازية فن القراءة وغوايتها التي يعرفها جيدا عشاق كلمات خطتها أنامل المبدعين وهنا الفرصة الثانحة لاكتشاف آخر الإصدارات المتنوعة في المعرض الجهوي للكتاب بسلا تنتمنوا أن بحالة المعارض تكون كثيرة لأننا محتاج لوليدات أنهم بدأوا يقرأوا وبأننا نحن نقصوا من التليفونات وننشروا الكتب لأن الكتب أحسن آنس لقاء يجمع بين المبدعين والكتاب والناشرين لتبادل الأفكار ووجهات النظر والتعرف على آخر الإصدارات في الأدب المغربي وكتاب الطفل وكذلك العناوين الفكرية والثقافية والسياسية اليوم عندنا وحد البصمة خاصة بالكتبات الموجودات في مدينة الرباط وسلوة ومدينة القوناطرة سعادة مرة أخرى أن نصدف وأن نرحل ببنا في هذا الرواق الجميل ونستقبل الجمهور ونعرف بالإبداعات لا يمكن أن نقرب الكتاب من ناشئة ومن شباب ومن ضمو لقاءة حوله إلى ما كان عنده دور في ربط المواطن بالهوية بالداكرة بالجذور فرصة سانحة أيضا لتكريم عدد من الأسماء اللامعة في عالم الأدب التي أسهمت في إثراء الخزانة الفكرية المغربية المعرض الجهوي موعد يجمع ما بين الإشاعي الثقافي والإبداع وضمن الأنشطة الثقافية الموجهة لجمهور السينما بيتتوان تم بمركز إكليل التابع لمؤسسة محمد السادس النهوض بالعمال الاجتماعية للتربية والتكوين تقديم العرض الأول للفيلم القصير وجدان روبرتاج في النشاكر العلوي بداد المساوي عبداليق النوني هو عرض أول للفيلم القصير وجدان بمركز إكليل بتتوان تجربة سينمائية بحبكة شبابية تحكي قصة امرأة وتسافر بالجمهور لعيش معاناتها لتمرير مجموعة من الرسائل القيمة بغينا نوصل لأحد الرسالة أن المرأة خصى ضروري أنها يعني تكمل تعليم ديالها أنها تقدر تحط في شي دوره ماشية هذه أنها تساعد زوج ديالها الفيلم ماشي كإلغاء للرجل ولكن غير نبينو القوة مرأة المغربية فاش أنها مثلا تبين مشهورة تقدرها لقبلها إلى ديالها خمسة وعشرون دقيقة من العرض السينمائي لفيلم وجدان تناقش موضوعا قيما ورحلة معاناة تبرز دور المرأة الهام في المجتمع والأسرة وأهمية الدراسة بالنسبة للفتاة الفيلم القصير ريوائي القصير وجدان اللي يصلط على حالة من الحالات الاجتماعية اللي كنتعيش في وضعية صعبة كذلك أنه كيسلط أيضا على دور المرأة والأهمية ديالها في الحفاظ ديالها على الأسرة ديالها كذلك كسيدة مجتمع كأم كزوجة الفيلم القصير وجدان تجربة سينمائية لشباب يهوى الفن السابع ويحاول عبره الوصول لجمهور عريض من تتوان بالاعتماد على أفكار من وحي الواقع وبجمالية الأداء السينمائي وفي مجال الموسيقى تحتضن الرباط فعالية المهرجان الدولي لآلة القانون في دورته السادسة التظاهرة تتعرف مشاركة مجموعة من الفعازفين المغاربة والأجانب عبر الملوكي وفؤاد الحرش القانون ضيف ليلة خاصة استقبلها المصرح الوطني محمد الخامس ونظمها المعهد الأكاديمي للفنون التابع لأكاديمية المملكة المغربية ضمن فعاليات الدورة السادسة من المهرجان الدولي لآلة القانون دورة خصصة يومها الأول للتعريف بالعزفين المغاربة وإسهامهم في الإشعاع الوطني والدولي لآلة القانون اليوم نشارك في المهرجان الدولي لآلة القانون ولهذا المهرجان أهدف كبرى على الأقل من وجهة نظر المعهد الأكاديمي وأيضا من وجهة نظر رياض القانون الذي معه عملنا على تنظيم هذا اللقاء من أهدافه الكبرى والاعتناء بهذه الآلة لأن قليل من الناس من يتم بها وآن الأوان لكي نحط الشباب على أن ينخرطوا في تعلمها بأن بأنغام من المغرب والأندلس وتركيا شكل الحفل مناسبة لتقاسم تجارب موسيقية مختلفة بهدف تكوين جيل جديد من العازفين على هذه الآلة وتشجيع البحث فيها موسيقى هذا العام كانت تعرف منعطف جديد ومتمييز بحكم المهراجة وكانت تنظمه مؤسسة رياد القانون تابعة لجمعية الأفنان الآن ولت محتاضنا من طرف أكاديميتنا كالمغربية والحمد لله حاولنا أننا نستدعي أمهار العازفين في العالم من مصر وستد ماجد صرور وكذلك من تركير وستد باكتاجير قوكسل هذا يعني رواد آلة القانون في العالم المهرجان تواكبه سلسلة من الورشات التي يستفيد منها العازفون الشباب يؤطرها عازفون متمرسون من قبيل المصري ماجد صرور والسورية من جذبة والمغربيين عبد الناصر مكاوي ومنصور قليعي في الخبر الريادي أكد الناخب الوطني على أن هاجسه الدائم هو البحث عن لاعبين من المستوى الكبير لتطعيم المنتخب وأضاف وليد وليد الرجراغي خلال ندوة صحفية عقدها بسلة على أن إعداد لائحة اللاعبين الذين تم اختيارهم للمشاركة في المباراة المقبلة للمنتخب الوطني لكرة القدم طعا عليها بالأساس هاجس تشكيل فريق يتوفر على التجربة محمد بن ترك استعدادا لمبارتي إيريتيريا والتنزانيا في التصفيات القرية المؤهلة لنهائية كأس العالم عشرين ستة وعشرين أعلن الناخب الوطني وليد الرجراغي عن لائحة الأسود والتي تضمنت خمسة وعشرين لعبا القائمة لأول مرة شهدت تواجد اسم المهاجم سوفيان ديوب لاعب نادي نيسا الفرنسي والذي اختار حمل القميص الوطني بدلا عن منتخبي السنغال وفرنسا أربعة أسماء يمارسون في البطولة الوطنية المهدي بن عبيد حارس نادي الجيش الملكي وثلاثة لاعبين بنادي الويداد الرياضي أيوب العملود يحيى عطية الله ويحيى جبران وحافظت الأسماء المحترفة على مكانها الطبيعي الوطنية وليد الرقراغي أكد في ندوة صحفية على أن حمل القميص الوطني يتطلب جاهزية اللاعبين وأن باب المنتخب الوطني سيظل مفتوحا في وجه أي لعب مجتهد ويقدم الأفضل مفتوحا سيدخل المنتخب الوطني معسكرا بدءا من يوم الاثنين المقبل كما يدرس وليد الرقراغي خيارين في انتظار القرار المنتظر من قبل اتحاد إيريتريا لكرة القدم الذي لوح سلفا بعدم خوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائية كأس العالم عشرين ستة وعشرين حرز التقص المرتقب عبر الربوع المملكة خير الساعة القادمة من يوم الجمعة تطلعكم عليها الآن سلسة رئي لساء الخير مشاهدين وأهلا بكم إلى النشرة الشوية من المتوقع بحول إلى أن يكون التقص بارد مع تكون جريحة محلية وذلك بالسهولة الداخلية بالهضاب العليا وكذلك بالمرتفعات هذا ويتوقع انتشار قتال ضبابية محلية بالسواحل الوسطى مع سماء غائمة بكل من منطقات التنجة باللوكوس وكذلك بالريف مع نزول قطرة مطارية ضحيفة ومتفرقة وستهب رياح نسبيا قوية على طول الواجهة المتوسطية وكذلك بالسواحل الوسطى والجنوبية درجات الحرارة ستتراوح مقيسها ما بين 25 درجة بفيك 24 درجة بوجدة 23 درجة بالحسيمة والرباط 28 درجة بمراكش 23 درجة ستسجل بحول الله بمدينة الدخلة 30 درجة بسمارة والعيون و36 درجة بمدينة الكويرة كأعلى مقياس وعن حالة البحر سيكون بالواجهة المتوسطية سيكون قليل الهيجان إلى هائج بسواحل البغا سيكون هادئ إلى قليل الهيجان وبسواحل الأطلسية ما بين أصيلة وطرفايا سيكون هائج إلى كثير الهيجان بهلو سيطرة واحدة بين متر ونصف وثلاثة أمتار ونصف بباقي السواحل سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بهلو قد يصل إلى مترين شكرا على طيب المتابعة مشاهدين وعود إلى بلاتو الأخبار نهاية من الشراء وذكركم الآن بأبرز عنوينها في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكر المسير الخضراء وقفة عند منظومة القيم الروحية والوطنية والاجتماعية التي تميز الأمة المغربية منظومة متكاملة قوامها التلاحم والتآذر والحفاظ على مقدسات الوطن لجنة الملكية للحج تعقد اجتماعا بالرباط ثم خلال تقييم حصيلة موسم الحج الماضي والإعلان عن الترتيبات الخاصة في موسم الحج لهذه السنة مع تقديم اقتراحات بشأنه وأخرى خاصة بموسم الحج المقبل الناخ الوطني ولد الرجر يعلن عن لائحة تتكون من 25 لاعبا سيدخلون غمار تجمع عداد الاثنين المقبل استعدادا لمبارتين عن التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهايات كأس العالم 2026 شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة